السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ساقرأ عليكم مقال صدر عني الجريدة الالكترونية. اه ارابيك اير تي. اه مقال يخص الصحة بعنوان خبير التغذية تكشيف ثلاث طرق لتخلص من حرقة المعيدة. هذا المقال كتب بتاريخ اربعة وعشرون يوليوز الفين وواحد و الفين وواحد وعشرون. اليكم المقال. كشفت الدكتورة فيكي اه بيترسون خبيرة التغذية الامريكية ثلاث طرق بسيطة للتخلص من حرقة المعيدة. وتشير الخبيرة في حديث لمجلة ديجيطال جورنال الى ان الحرقة الحرقة المستمرة عادة تكون بسبب سوء التغذية. ولكن هناك عوامل اخرى تسبب حرقة المعيدة. وتضيف يمكن ان يكون الوزن الزائد والاطعمة الدهنية والتدخين والاجهاد من اسباب حرقة المعيدة وقد يكون الارق من عواقبها. لذلك يجب تناول وجبة خفيفة في العشاء للتخلص منها. وتشير الخبيرة الى ان ارتفاع مستوى الكافيين في الجسم يهدد بالشعور بحرقة المعيدة. كما يمكن ان تظهر الحرقة بسبب فتق الفرجة المريئية. كما يمكن ان تظهر الحرقة بسبب فتق الفرجة المريئية. التي توجد في المريء. وتقترح ثلاث طرق لتخلص من الحرقة. اولا تناول الطعام ببطء ومضغه جيدا. تانيا ادم النوم بعد بعد تناول الطعام مباشرة. وتالتا وتالتا ادم ممارسة الرياضة والمعيدة فارغة. وتقول يمكن ان يسبب فرض امتلاء المعيدة التشنجات والحرقة. لذا يجب تناول الطعام ببطء ومضغه جيدا. وبعد الانتهاء من تناول الطعام من الافضل تجنب الاستلقاء. لان الاستلقاء يمكن ان يمنع تحرك الطعام بفعالية في الامعاء. وتضيف يجب بعد تناول الطعام الانتظار من 30 الى 60 دقيقة قبل ممارسة التمارين الرياضية. مشيرة الى ان هذه القاعدة لا تشمل النشاط البدني الخفيف مثل المش. انتهى المقال. المصدر نوفوسكي. اتمنى ان يكون قد اعجبكم هذا المقال. اذا كان لديكم اسئلة اه لا تبخلوا اه وضع اسئلتكم لا تبخلوا وضع اسئلتكم في في التعليقات. اه ولا تنسوا الضغط على اه زر اللايك اذا اعجبكم المقال. والاشتراك ولا تنسوا كذلك الاشتراك في قناتي. وتقاسم هذا المقال مع مع اصدقائكم او في اه في مواقع التواصل الاجتماعي او في المجموعات. اتمنى ان يكون قد اعجبكم هذا المقال. والى الفيديو المقبل.